من صفات الملائكة يتضمن الإيمان بالملائكة الإيمان بما أخبر الله به ورسوله من صفاتهم وهي أولاً الصفات الخلقية الصفات الخلقية للملائكة أجنحة ولكننا نجهل كيفيتها وشكلها لأنها من عالم الغيب قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاع للملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والملائكة لا يصفون بالذكورة والأنوثة وقد ضل في هذا المجال مشركوء العرب الذين زعموا أن الملائكة إناث وقد جعل الله قوله هذا شهادة سيحاسبهم عليها قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون والملائكة لا يأكلون ولا يشربون وقد أخبرنا الله أن الملائكة جاءوا إبراهيم في صورة بشر فقدم لهم الطعام فلم تمتد أيديهم إليه فأوجس منهم خيفة فكشفوا له عن حقيقتهم فزال خوفه واستغرابه قال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط والملائكة يقومون بعبادة الله وطاعته وتنفيذ أوامره بلا كلل أو ملل ولا يصيبهم ما يصيب البشر في ذلك قال تعالى في وصف الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومعنى لا يفترون أي لا يسأمون أو يسكنون عن نشاطهم في التسبيح والعبادة وقوله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون كما أن للملائكة قدرة على التمثل كما تمثل جبريل لمريم عليه السلام وقد تمثل جبريل عليه السلام للصحابي دحية الكلبي رضي الله عنه ثانيا الصفات الخلقية الملائكة مجبلون على طاعة الله لا يعصونه أبدا قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والملائكة عباد الله يتصفون بكل صفات العبودية مكلفون بطاعة الله يقومون بالعبادات والتكاليف التي يأمرهم بها كالصلاة والتسبيح قال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون وقد أخبرنا الله تعالى أن الملائكة يستغفرون للمؤمنين قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الملائكة يقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في حروبهم فقد أمد الله المؤمنين بأعداد كثيرة من الملائكة في معركة بدر قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مغدفين ومن أخلاق الملائكة التي أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء فقد قال صلى الله عليه وسلم في عثمان رضي الله عنه ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة أخرجه مسلم وقد وصف الله تعالى الملائكة بأنهم كرام بررة أي خلقهم كريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعالهم بارة ظاهرة كاملة قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين